انتوا بتقبلوا هذا التناقض فالدعوة إلى لم الشامل لن تبقى من خلال تعميق الاحترام المتبادل محدش يذكر الآخر بسوء نحترم مشاعر بعض الفائز يحترم المهزوم والمهزوم يهنئ الفائز ويقدره مش يبخص حقه ويشوهه وأصله ويطعن عليه ده احنا بالصدفة النهاردة عندنا فقرة هنشوف ازاي واحد تناخض مع نفسه واحد مهم جدا انه يدعي على الاهلي ما كان يقوم به ايه فازاي انتوا عايزين لم الشامل يحصل والكلام لما نيجي احنا نتعرض لديه يقول لنا ازاي بتقول انا بحكي لك واقع حصل هو انا اخترعتها ما تجيش تقول بقى ان احنا مجرد ان احنا بالرد على حد بيدعي على الاهلي حاجة بنقوله اتبه لنفسك شوف ورقتك تعبير اللي ماشي اللي من دول بصف ورقتك طيب ما تتعمق تخليها ثقافة بدل ما تخليها تليح كلام وتحفيل طول النهار يريد نوصل لمثاق اصدر ايه ان وسائل الاعلام هنا وهناك ما تجيش سيرة المنافس يعني نفسك وقال لها ما انت بتتهاجم وبتتشوه بيدعي عليك بتضطر توضح وترد وتدافع ما مش عايزين نبقى في الحالة دي احنا اكتر ناس يا سازي براهيم طب لما زمالك رجع وكل كان مصور وانا حيرجع بالبطولة العربية مين اول ناس اشهدوا بيه مش احنا ايه وقلنا يا جماعة الزمالك يظل زمالك وماتش بير انا عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة قبل ما نطلع هوا على طول واحنا بنتابع نتيجة مباراة الزمالك والمولين صدقا المهندس عادلي كان مبسوط ان الزمالك متقدم وقال انا نفسي ان الزمالك يرجع لسبق عهده ويكون في البطولة واقف على رجليه الاهلي دائما بياخد بطولة والزمالك واقف على رجليه والمنافسة قوية وشريفة ويمديك نفس القدر من التركيز والحرص والاهتمام ففكرة ان البعض ممن في نفوسهم مرض يعتقد انه الاهلي محتاج ان الزمالك يتعصر كتير جدا عشان الاهلي ينهض ويقوى ويفوز الاهلي بيقوى ويفوز عن جدارة مدام المسألة فيها هذه الندية وهذه المنافسة وبقاء الزمالك قوي هو ينبه الاهلي انه مزيد من العمل اكبر تنبيه للاهلي وحافظ لي صحيح غير كده سيد إبراهيم هو انا لما اسعد انا عايز اكثر ايوة هو انا لما قول انا عايز الزمالك قوي انا عايز اكثر لا عايزه قوي انا اقوى منه بالظاف اكسبك وانت واقف على رجليه لصالح مش اكسبك وبقى لصالح كورة مصرية اه طبعا لما انتهى القرن الماضي بين الآلي الاول زمالك التالي مصر كانت ده اللي انا قولتهم بقى قولتهم بصوا نهاية القرن او الثانية انتوا انشغلتوا بالكلام والوزارة التموين والحقيقة ومش الحقيقة كانت النتيجة ان الزمالك تراجع احبت تشوي انتصاري ايوه او لقبي مش تستفيد محبتش تدعي طب خليني كنت كسبت اللي فات وكسبت اللي جاي ايوه انت منشغلتش بكده وعشان كده بيقولك الثقافة والافكار اهم من الاشخاص ليس بزوال الاشخاص تزول الزوار انما تزول ايه تزول ممكن تزول تزول بعض المعالم تزول شكل اللغة ولكن اذا فطلت الافكار هي هي ما عملاش حاجة لازم يبقى فيه ناس مقتنعين ان انا انكفئ على نفسي واشوف مشكلتي وحلها انما ابضل طوله ان انا ربا اتكلم على المنافس عشان اضعفه فكرة اصاز ابراهيم اللي تقلت لنا عشان بس الناس اللي بتعتيبنا تفهم احنا ايه اللي اتقلك وتقل في 2008 يان وقف الزمالك يان وقع الان اصل اه 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 لو موقفنش الزمالك والخطة والخطة ماشي على كده اه لما يجي الزمالك يكسب دور الكاس سنتين وارا بعد اقول الاهلي ماستفيق يقولك الدولة مش عايزة زمالك يكسب تم انت كسبت دور الكاس سنتين لفقاته لو دولة مش عايزات تكسب بنفس المتقونات مال انت ايه انت مش عايز نحتكر طيب ليه انت عايز نحتكر ايه اذا كنت شك من ان خطأ انا احتكر طيب ما انت سنتين وارا بعد دوري وكاس يعني اذا محدش راضي حاسب نفسه بيقول ايه لكن هي المسألة الطعن عليك عشان يبني ان انت بتاخد حاجة مش حقك وهذا الافتقات والله لن ينجح ابتزاجنا والهجوم علينا ان احنا نتغاضع عن الدفاع عن الاهلي ومموزه لمجرد ناس بيقولك انت بتقول كده ليه انا بقول اللي انت بتقول مش اللي انا بقول ايوه